أعلنت وزارة وطقة روسية عن عزم موسكو تعليق صادرات النفط والغاز نحو البلدان التي تسقف سعرهما وأكد وزير وطقة روسية نيكولايا شولغينوف أن بلاده لن تبع النفط والغاز بسعر أدنى من قيمة تكاليف إنتاجهما ردا على توجهات وزارة الخزانة الأمريكية بجان وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي مهددة بفرض عقوبات على الشركات التي تشتريه بأسعار تتجاوز المستويات المثقفة من المؤكد أننا لن نبيع شيئا بخسارة أو بأقل من التكلفة هذا مستحيل هذا نوع من معامرة الكارتل ضدنا لن نسمح عابدا بمعاملتنا بمثل هذه الطريقة لن نقبل فكرة قيم الدول الغربية بتقييد أسعار مواردنا موسكو لن تبيع النفط والغاز بخسارة أو بأقل من تكلفتها موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر